نريد الحديث في خذام كل ما حدث في الجزائر من خلال تقلد الوزير الأول لهذا المنصب تقييمكم لعمل الحكومة السابقة وكما هو معلوم أن الاستقالة اليوم كانت بناء على المادة 113 من الدستور بداية ولكن من ناحية أخرى أنه كان متوقع أن يقدم السيد الوزير الأول عبد العزيز جرات استقالته لسيد الرئيس الجمهورية أما من ناحية ربما الظروف الصعبة التي وجهت وهذا أتى على لسان سيد الرئيس عندما قال بأنه كانت الظروف السياسية وحتى الاجتماعية والاقتصادية صعبة بالنسبة للجزائر ولكن أيضا حتى بالنسبة لمختلف دول العالم نظرا لما مر به العالم في السنتين الماضيتين من جائحة كورونا والتأثير الذي تركه على الاقتصاد العالمي عامة سيد الوزير الأول ربما حاول بناء على المعطيات أو بناء على ما تتوفر عليه الجزائر في هذه المرحلة مسايرة ربما العديد من المشاكل وأيضا في المساهمة في حل أو الاستجابة لمتطلبات المجتمع الجزائري ولكن نعود ونؤكد أن الظروف كانت صعبة داخليا خاصة مع الاستحقاقات السياسية التي كانت تمر بها الجزائر من ناحية ربما تنظيم الاستفتاء على الدستور بداية الآن أيضا تشريعية الـ 12 جوان الأمر الذي يمكن أن نقول بأنه نجح في ملفات ولكن كان هناك فشل من ناحية أخرى ليس بالنسبة للوزير الأول وإنما بالنسبة لمجمل الطاقم الحكومي ورأينا في إحدى المرات تصريح السيد الرئيس عندما قال بأن هذه الحكومة فيها وعليها لأنها لم تجسد ما طلب منها حقيقة على الميدان ولكن يبقى هذا الإشكال مرتبط أيضا بالظروف الصحية الاقتصادية والسياسية التي مرت بها الجزائر طيب نعود إلى سيد يوسف بيزيد سيد يوسف بيزيد لما نتحدث الآن عن حكومة جديدة سنتحدث بطبيعة الحال كولسة لافتكاك داخل قبلة زيغود يوسف بطبيعة الحال لافتكاك حقائب وزارية ما هي توقعاتكم من طرف هذا البرلمان أو عن طريق هذا البرلمان الجديد؟ نعم وفي الحقيقة هذا يقودنا الحديث عن ديناميكية الواقع السياسي يعني الخارطة السياسية للتشكيلات السياسية وللفواعل سواء كان هذه التشكيلات تتعلق بالأحزاب السياسية هناك عموما عندما نتحدث عن تشريح الخارطة السياسية للجزائر نجد بأن هناك أحزاب يطلق عليها بالأحزاب الوطنية هذا التوجه الوطني وهي أحزاب كانت تنتمي عموما إلى المولاة وهناك أحزاب قريبة يعني نستطيع أن نقول حليفة أو أحزاب مولاد عمليين الآن لدينا بعد أن أقرر المجلس الدستوري يعني نهائيا للانتخابات التشريحية نتعجها على أساس أن كان لجابة تحرير الوطني على سبيل المثال مئة وخمسة ثم الآن أصبح مئة وتسعين كذلك ما يتعلق بنعم القوائم الحرة على سبيل المثال يعني تحتل الآن المرتبة الثانية وهذه مفاجأة في الحقيقة يعني نستطيع أن نقول بأنها إيجابية من جهة ولكن من جهة أخرى سوف تعطينا عبارة عن عملية تحالف هناك كذلك تجمع الوطن الديمقراطي هناك حزب المستقبل هذه الأحزاب إضافة إلى بعض الأحزاب الأخرى التي نستطيع أن نقول بأنها من حيث ديناميكية الواقع السياسي لا تشكل ثقة كبيرة في الأوزان السياسية وسوف تحاول بعض منها التحالف على الأقل أو التقارب فيما بعيد بينها هذا سوف يؤدي إلى المطالبة بحقائق وزرية بطبيعة الحال لأنها لابد من إدراك ما هو تمثيل الواقع السياسي الانتخابات الآن تمثل شرائح سواء كان نسبة حسب ما أقرها الدستور 23% بعد ما كانت أقرتها السلطة المستقلة إلى حوالي 30% لكن سوف تعطينا محاولة لتشكيل التحالف لأن الأغلبية هي التي في النهاية سوف تفوز بعملية التصويت نحن نعرف بأن البرلمان له العديد من المهام يعني تفوق حوالي 14 مهام ولكن المهام الرئيسية هي رفع الانشغالات ولهي بطبيعة الحال تتمثل كذلك في الرقابة على أعمال الحكومة وكذلك تتمثل في التقييم أو المتابعة في بعض الحالات وهذه لابد من إضافتها كما أشرنا سابقا إلى توسيع مهام الرقابة فيما يتعلق بالبرلمان أعتقد بأنها سوف تحاول بشكل أو بآخر الكثير من هذه الأحزاب أو القوائم الحرة لأن عمليا لما نبحث الآن في بعض التحليل الواقعي لبعض القوائم الحرة نجدها في الأصل كانت قد انفصلت أو على الأقل قد حاولت بشكل آخر تموقع بشكل جديد وهي كانت تنتمي في الكثير من أعضائها لأحزاب مثل جبهة تحرير أو كذلك المستقبل أو كذلك الجمع الوطني الديمقراطي ولذلك أنا في اعتقادي الشقة الثانية يعني لو سمحت فقط الشقة الثانية تعلق بالأحزاب التي نستطيع أن نقول ذات توجهه الإسلامي مثل حركة مجتمع سلمي اللي حققت مقارنة بالانتخابات السابقة لال2017 الآن الضعف ما حصلته فيما سبق لكن يبقى الآن التساؤل هل يمكن لحركة البناء وأعتقد أن هذا المستبع أن تتحالف معه لأن على كون أنهما الاثنان يحتلان نسب يعني لبأس بها في المقاعد البرلماني أيذن ستشهد المرحلة اللاحقة عبارة عن نوع من التكتلات خاصة ما يتعلق بالقوائم الحرة والتجمع الوطني الديمقراطي إضافة إلى المستقبل إضافة كذلك إلى التجمع الوطني الديمقراطي هذا سوف يشكل آلية عمل جديدة أنا في اعتقادي ما سوف يشكل كذلك همية كبيرة جدا هو إعادة إحياء الحياة العملي السيسية ربما حسب ما يتحدث البعض عن توقع أن يكون هناك حزب رئاسي أو حزب على الأقل يساند رئيس الجمهورية في برنامجه وهذا يمكن أن يعيد النظر في التوازنات والموازين السياسية للمعترك السياسي لدينا في الجزائر جميل طيب سؤال آخر السيدة راشيد علوش لما نتحدث عن تمثيل قوي للأحرار هذا لم يكن متوقع طبيعة الحال أثناء نقاشاتنا وتحليلنا كانت قوائم حرة كثيرة وتوقعنا أن تكون النسبة لا بأس بها لكن في المركز الثاني بـ 84 مقعدا خلف جبهة التحرير الوطني التي عندها قاعدة شعبية كبيرة تراجعت كانت عندها 105 عندها اليوم في 98 لكن خلينا نتحث على هذه الشريحة كيف تتوقعون اليوم الحكومة الجديدة في ظل الفسيفساء التي تشهدها قبل زغوديوسف؟ لو لا العتبة الانتخابية 5% لكان ربما تمثيل الأحرار في البرلمان سيكون الأول وسيتجاوز حتى جبهة التحرير الوطني لأنه في العديد من الولايات كان هناك تجاوز ربما للأصوات التي حصل عليها الأحرار ولكن نتيجة للعتبة الانتخابية حصلت الأحزاب على مجمل المقاعد مثلا في ولاية الجلفة حصل جبهة تحرير على كل المقاعد بالنسبة لولاية شهدنا أيضا ولاية بجاية أيضا أما بالعودة ربما إلى هذا المصار الذي اتجه الذي أخذه البرلمان في نسخته الحالية وأنه في البداية التعويل كان على أنه يجب أن يكون للأحرار تمثيل ربما من ناحية تطبيق أو من ناحية إعطاء أهمية للحركات أو العديد من الفعاليات السياسية التي كانت تنشط في الحركة الشعبي وحاولت أو عملت على الدخول إلى الممارسة الفعلية للسياسة والآن هي وصلت للبرلمان الآن يمكن أن تطرح حزاب أما من ناحية ربما التشكيلة الحكومة التي يمكن أن تخرج من خلال التحالفة التي يمكن بناء عليها إقامة الحكومة وأنه كما هو معلوم ربما هي المرة الأولى منذ سنة 2000 أن حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي عندما يتحالفان لا يستطيعان أن يحصل على الأغلبية في البرلمان هي المرة الأولى لذلك الآن سيتحتم الأمر ربما التحالف مع الأحرار وربما أيضا التحالف مع حركة البناء الوطني هذا من ناحية ومن ناحية أخرى للعودة إلى الأحرار نحن دائما ننظر إلى الأحرار على أنهم ككتلة واحدة ولكن هل هم متجانسون داخليا داخل البرلمان ككتلة واحدة من ناحية ربما التوجهات الإيدولوجية أو حتى التشعوبات الفكرية لأنه كان هناك إشكالية حتى قبل تنظيم الانتخابات من ناحية خروج العديد من المناظرين من الأحزاب وترشحها في قوائم حرة لأنها لم تحصل على التأييد الكبير من داخل حزب الأحزاب الأولى بالنسبة لها الأمر الذي ربما سيعيد هذا البرلمان الأحرار للنضال أو للتكتل مع أحزابهم ولكن ستبقى لدينا مجموعة ربما كتلة صغيرة بالنسبة لكتلة الأحرار سترفض الدخول في تحالفات مع حزب جبه التحليل الوطني وحتى مع التجمع الوطني الديمقراطي أما بالنسبة لشكل الحكومة ولنعود فقط إلى رسالة الاستيقال اليوم كان هناك إشارة من طرف السيد الرئيس للوزير الأول على أنه يجب أن يواصل أمره أن يواصل عمله في الحكومة إلى أن يتم تنصيب الوزير الأول أو حتى يتم تنصيب الحكومة ككل الآن سيتم الاتفاق ربما إن تم الانخراط من طرف التحالف الذي سيتم تشكيله في قبة البرلمان وبناء عليه سيكون وزير أول أما إن تم ربما إذا علمنا أنه لاحز بيملك الأغلبية المصر سيكون في اتجاه وزير أول وليس رئيس حكومة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ربما الفسائف سائل التي كما ذكرت أخي بيلان التي شكلت الآن في البرلمان ربما ستمنح أفضلية من ناحية أنه ستكون هناك العديد من البرامج وعلما بأن البرلمان ليس وظيفته التشريع فقط وإيصال الإنشغالات المواطن وإنما الوظيفة الأولى والمهمة بالنسبة للبرلمان هي اللجانة البرلمانية التي يتم تشكيلها داخل البرلمان وتقدم دراسات استشرافية كل في قطاعها الصحة الاقتصاد حتى بالنسبة للدفاع وبدائل أو الخيارات المتاحة بالنسبة للحكومة لو يتم اختيار وزارة محددين من حزب جبال تحرير وطني وحتى من تجمع الوطني الديمقراطي الكتل التي يتم تشكيلها وترأسها ربما مثلا يتم رئاسة ومن طرف حركة البناء الوطني تملك وزير مثلا في الاقتصاد تملك لجنة برلمانية متعلقة بالاقتصاد يجب عليها أن تقدم البدائل وتقدم الخيارات للخروج من الأزمة الاقتصادية هذا هو العمل الحقيقي للبرلمان بالموازنة مع الحكومة الأمر الذي ربما سيعطي دفع جديد لعمل الحكومة باعتبار أنه سيكون هناك تنسيق بين الحكومة وبين البرلمان ولكن يجب أن يعود الآن الحكومة أن لا تمارس عملها مثل ما كانت تمارس من قبل من ناحية أنها كانت تتحاشى حتى ربما الحضور إلى البرلمان وتقديم الحصيلة السنوية وحتى الخمسية بالنسبة للبرامج التي يتم طرحها وبذلك فإنه الآن يجب أن يعود الوزراء ويتصبح لهم ربما خوف من البرلمان أن يسحب منهم ثقة وأن يسائلهم مباشرة وأن يطرحوا انشغالات المجتمع الذي انتخبهم وأن يطرحوا انشغالات السكان الذين أوصلهم إلى قبة البرلمان رأينا بالأمس كانت هناك تغيير طفيف من ناحية المقاعد بعد طعون المقدمة من طرف العديد من الأحزاب ووصلت إلى تتمية طعن نظر المجلس الدستوري فأن هناك بعض الأصوات أو بعض المقاعد نقلت من مكان إلى مكان ما حقق توازن ولكن لم يصل إلى درجة أن حزب يحقيق الأغلبية على الآخر هناك العديد ربما من القراءات التي تقول بأنه ربما الحكومة هذه ستكون منخلطة في إطار برنامج الرئيس يمكن بناء عليهم وصلت برنامج الرئيس في العهد الرئاسي المتبقية أكثر من ثلث سنوات وهناك أيضا بعض الاتجاهات التي تطرح في اتجاه أنه يمكن أو يجب أن يتم تكوين أو تشكيل حزب رئاسي جديد يعني هذا الأمر ربما سيعرقل للحكومة من ناحية أنها ستصبح خاضعة فقط للبرنامج الرئاسي ولا تقدم أي اقتراحات وسنعود إلى المربع الأول في الممارسات السابقة التي كانت تحصل جميل سيد يوسف بيزيد في سؤال يطرح حول العزوف السياسي مؤخرا خاصة بالضمانات التي قدمت وخاصة بأنه شاهدنا أنه في نية للتغيير في الجانب السياسي خاصة وأنه شاهدنا يوم أمس في طعون التي قدمت وتصريحات كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري بسحب سبعة مقاعد من الأفالان إضافة ست مقاعد للأحرار غيرها يعني اللعبة السياسية اتضحت اليوم وفي توازن في اللعبة السياسية هل هذا ضمان للعودة تدريجية للحياة السياسية مستقبلا نعم هو في الحقيقة لابد أن نعرف أن ظاهرة العزوف الانتخابي هي عبارة عن مخرجات لمراحل سابقة نعلم أن أعرف يعني مدة يعني تقريبا يعني بعد 2014 بدأ هناك يعني تراجع كبير جدا في المشاركة السياسية على مختلف المستويات وهذا كان ناتج كما رأينا سابقا لممارسات في العملية السياسية برمتها نتيجة كما كنا نذكر سابقا يعني على سبيل المثال كان هناك محاولة لهيمنة وتغول للسلطة السياسية في ذلك الوقت على كل الواقع السياسي في الجزائر وخاصة الأحزاب السياسية هذا العمل أفرز نتائج وهذه النتائج هي عدم المشاركة هناك مجموعة أخرى يعني نستطيع أن نقول آثرت العزلة ومجموعة أخرى يعني تشكل لديها ما يطلق عليه بعاجل سياسي لماذا تشكل هذا العاجل السياسي هو ناتج عن عدم إمكانية الدخول مرة ثانية في المعترك السياسي أو في المعترك الانتخابي بصورة عامة الآن إعادة برمجة أو على قل إعادة إعطاء خريطة سياسية جديدة إعطاء دفع إذا كان فعلا هذه القوائم الحرة التي نتحدث عنها لديها إمكانية للعمل داخل البرلمان لديها إمكانية كذلك لأننا لا ننسى ربما من هنا إلى غاية نوفمبر سوف تكون هناك انتخابات تشريعية بلدية إذا كان في فعل ممارسة سياسية واقعية يمكن أن تسترجع الثقة الأزمة إذن هي أزمة ثقة الأزمة الثقة على ماذا سوف تنعكس في غالب الأحيان تنعكس على الشرعية المشروعية ستكون لأن القوانين الآن لا تعطي وزنا كثيرا لقضية نسبة المشاركة في الانتخابات سواء كانت 23% مؤخر رأينا أن حتى في بعض البلدان مثلا ما حدث في فرنسا هناك نوع من العزوف عن المشاركة السياسية في الانتخابات الإقليمية التي جرت في فرنسا هذه الظاهرة هي ظاهرة شبه طبيعية يعني لكن نحن لا نريد أن يكون بهذا الشكل نريد على سبيل المثال أن يكون هناك دور للمواطن دور للناخل في العمل السياسي هذا لا يمكن أن يرجع مرة ثانية إلا إذا كان هناك ممارسة جديدة في العمل السياسي في الحياة السياسية طبعا ما الذي سوف يؤدي ذلك سوف يؤدي ذلك إلى إعادة بعض الحياة السياسية سيد بيزيد ربما هنا أقطعك في نقطة في نقطة مهمة جدا للممارسة في الحياة السياسية وممارسة سياسة ودخول حتى الشباب في الحياة السياسية للحكومة أيضا دور في إعادة الثقة لهذا الشعب من أجل الممارسة السياسية لأنه لما تشوف أن حكومة عاجزة عن تطبيق أبسط الأشياء أبسط البرامج بطبيعة الحال لا يمكن أن يمشي مراءة كشعب في الحياة السياسية بطبيعة الحال بطبيعة الحال بطبيعة الحال يعني هذا شيء منطقي لأن الأداء يكون أداء في الواقع وليس أداء فقط في التصريحات يعني التصريحات بالعكس تماما يعني قد تؤدي إلى نفور كبير جدا لأن في النهاية لن يكون هناك قبول من قبل خاصة الشريحة الكبيرة في المجتمع اللي هي شريحة الشباب فعلا هناك شريحة الآن انخرطت في العمل السياسي على أساس القوائم الحرة ولولا وجود هذا المقترح الذي نثمنه بطبيعة الحال فيما يتعلق بالقانون الانتخابي اللي هو السماح للفئة الشابة بأن تنخرط في العمل السياسي وفي الواقع السياسي ما كان أصلا أن يكون هناك تجاوب فيه ملفات كبيرة جدا مطروحة ملف البطالة على سبيل المثال من أهم الملفات ملفات أخرى تتعلق كذلك بإدماج كثير من فئات الشابة في المعترك السياسي بصورة عملية إذن الآن أي حكومة يمكن أن تكون لابد لها أن تركز بنسبة كبيرة على عمل ميداني وعمل واقعي اثنين نقطة ثانية المهمة هو لابد أن نعرف بأن عملية هناك أوزان وتوازنات سياسية في أي عملية سياسية خاصة لدينا في الجزاء عندما نتحدث عن وجود جبهة تحرير وطني أو نتحدث عن وجود بعض الأحزاب الأخرى عملية هي موجودة من خلال وعاء انتخابي سواء كان هذا وعاء انتخابي سابق أو وعاء انتخابي نستطيع أن نقول متنقل يعني ليس ثابت هذا الوعاء الانتخابي يجد بأن لديه مصالح بالمعنى نعطيك على سبيل المثال نحن لا يمكن أن ننكر على سبيل المثال في الجزائر وجود لحد الآن بعض القبلية وبعض العرشية وبعض كذلك التموقعات حتى لما نتحدث في علم الاجتماع السياسي نتحدث عن اختلاف في قضية المشاركة السياسية مثلا في الشمال تختلف عن الجنوب في الريف تختلف عن المدينة لكن عمليا المواطن دائما خاصة في المدن الكبرى اللي فيها تجمعات كبرى يقارن ويحاول أن يجسد عمليا النتائج من خلال الممارسة الواقعية بالمعنى ماذا ستؤتيه من ثمار على الأرض الواقع وعلى أرض الميدان لذلك عندما نريد أن تنجح العملية السياسية وعندما نريد أن تنجح أي حكومة لابد لها أن تنصب اهتماماتها وأن تسلط الضوء على المشاكل التي هي الواقعية والميدانية أنا في اعتقادي بأن الآن تنصيب حكومة جديدة لابد أن تأخذ في أولياتها ملفات هذه الملفات تكون ملفات مرتبطة بأرض الميدان اثنين لابد أن تكون لديها تواصل سياسي مهم جدا أعطيك على سبيل المثال نحن رأينا أن رئيس الجمهورية نصب وسطاء للجمهورية لابد أن يفعل دور هؤلاء الوسطاء على سبيل المثال في المرحلة لابد لدينا مرحلة الآن لاحقة لأن هناك نوع من الانسداد عادة بين بعض الفئات الاجتماعية وبين نظرتها للإدارة التي كانت لازالت لحد الآن تنظر إليها على أنها إدارة موروثة عن مرحلة معينة وبالتالي هنا في المحصلة أي عمل سياسي لن يكون ناجحا شكليا بالمعنى أن لدينا برلمان صحيح انتخذ برلمان هذا البرلمان مختلف وفيه سيفساة كبيرة جدا ولكن في الميدان لابد له أن يرفع الانشغالات لابد له أن يقوم باقتراح قوانين ومشاريع تخدم المواطن على سبيل المثال في المرحلة السابقة في دراسات علمية محكمة وجدوا بأن أكثر من 90% من القوانين كانت من مقترحات الحكومة وليس من مقترحات المجلس الشعبي الوطني من المقترح أن يصحح بعض القوانين وتكون هذه القوانين نعطيك على سبيل المثال الخلاف الذي وقع حول القانون الميزانية سابقا لم يكن هناك أي دور كبير فاعل حتى في المناقش عن تعطيل هذا المشروع الميزانية لكن لم تكن هناك مقترحات قوية جدا تفعل لصالح المواطن ولهذا أعتقد بأن الجانب الميداني والجانب العاملي هو الذي سوف يدعم اثنين المشاركة السياسية القانون الانتخاب الآن قانون لحد الآن أثبت أنه جيد إلى درجة كبيرة جدا ولكن عمليا ما زال الميدان مفتوح في الانتخابات البرلمانية والانتخابات الولئية لأن تكون هناك ممارسة أفضل وعملية لبقاء القادم شكرا جزيلا لك سيد يوسف بيزيد إعلامي وباحث في العلومة السياسية كنت معي عبر تقنية سكايب في هذا الملف شكرا جزيلا لك تبعينا الكرام سنمر إلى ملف نقاش ثاني وملف دولي متعلق بمؤتمر برلين اثنان واجماع على مغادرة المرتزقة من شقيقة ليبيا لكن بعد فاصل اشهري مع ضيفيا الكريم رشيد علوش اشتركوا في القناة